ملفات كتيرة هنترحها على حضراتكم بالتأكيد طبعا الناس عايزة تتكلم وعايزة تسمع كل ما يتعلق ببداية المشوار بتاعت النادي الاهلي اتفقنا انه ضربة البداية ما كانتش طاليق ببطل افريقيا حامل لقب اخر نسختين ولا طاليق لحقيقة بمستوى اداء النادي الاهلي ونجومه وكان اللي يمكن مخلي الناس مستنية بداية المشوار هي انه احنا نعد المصار اللي نهاينا به نهاية الموسم لكن يمكن ده اللي زود شوية حجم الغضب عند جمهور النادي الاهلي الاهم من ده ازاي نستعاد وازاي نصلح وازاي نبتدي الموسم الجديد وخصوصا انك انت بعد مباراة العودة مع الحرس الوطني على طول تبتدي تدخل فيه دوامة الدولي وهي دوامة بمعنى الكلمة الموسم ده في منتهى الصعوبة الحقيقة وربنا يعني يصرها على لعابتنا لعابة مصر كلها مش بس لعابة النادي الاهلي ويوفق انديتنا ومنتخباتنا في المحافل الدولية وهي كتيرة جدا اللي هتشارك فيها هنرحب في البداية طبعا بنجمنا النهاردة وضيفنا في السادسة كابتن رمضان السيد مساء خير كابتن رمضان مساء خير يا حمد ازاي نور الدنيا الله يخليك يا حمد عندي كلام كتير خليني يبتدي معك بأخبارنا الاول هبتدي بالمنتخب لانه مستر كيروش الموديل الفني اتفق قاعد واتفق مع الربطة انه محتاج معسكر قبل بطولة امم افريقيا البطولة هتتلعب من 9 يناير تقريبا الـ 4 فبراير خليني 9 يناير لـ 6 فبراير الراجل عايز 14 يوم قبل البطولة معسكر اتفق مع الربطة انه الدورية توقف ومسابقات توقف لمدة 14 يوم وعنده طبعا معسكر تاني يوم 7 سبع نوفمبر عشان الموطشين اللي فضلين في تصفيات كاس العالم في مرحلة المجموعات انجولا والجابون شايف ده فترة كافية بداية استعدادا لبطولة كبيرة بحجمه امم افريقيا وازاي شايف بدايات كيروش مع المنتخب بشكل عام اولا هي بالنسبة للطلب والحقيقة ده طلب مهم جدا جدا لان يمكن احنا بقالنا حوالي موسمين منتخب مصر بتجمعش يعني يمكن اكتر تجمع مثلا كان ثلاثة ايام او حاكت تمام واحنا يمكن لعبتنا او لعبة منتخب مصر متعودين دايما انهم قبل البطولات بيعملوا تجمع كبير وبنعمل نتائج ايجابية لما بنعمل تجمع كبير عكس لما بنروح مثلا في مباراة مثلا رايح جاي ونعمل مثلا يومين او ثلاثة ايام للأسف شديد المستوى بيبقى بعيد خالص لكن لو بتكلم يا احمد على الحقيقة على بداية كوروش انا في رأيي داية قوية جدا 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 واضاف وغير شكل منتخب مصر واداء منتخب مصر الحقيقة رغم تحفظي رغم ان هو عمل فوس في مباراتين ليبيا الحقيقة وزي انا قلت لك ان هو عمل تغيير كبير جدا في شكل اداء منتخب مصر تحفظي بشكل كبير جدا 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 على السبعات محمد شريف وافشا انا بقول يعني الاتنين دولت كانوا افضل اتنين لعيبة في الموسم اللي فات اذا كان محلية الدور المحلي او المبارات اللي هما افريقيا لعبوها الحقيقة مميزين بشكل كبير جدا 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 انا مش لقى اي تبرير انا بشكر اهوات فيه وبقول ان هو غير شكل واداء منتخب مصر ونتكلم على غير ازاي لكن انا الحقيقة ليتحفظ كبير جدا 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 على استبعاد محمد شريف وافشا تلوم هو ولا تلوم الجهاز الاتنين 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 طبعا اه يعني يعني اول ما يمكن الرجل بيبعث رسالة بيقول انا ديكتاتور مكلمتي لا تقبل المناقشة او المراجعة واقدر استبعد اي نجم مهما كان حجمه ومهما كان تأثيره شريف في المباراة الوحيدة اللي لعيبها المنتخب الودي تحت اهو جاب جنين فيمكن ممكن يا بقول يعني ممكن تبقى دير رسالة يعني انا بقول ان ما فيش مدير فني يبعث رسالة زي دي ممكن هو خلي بالك برضو في مشاكل عنده في الحتة دي بالذات يعني هو حتى في المنتخبات اللي مساكها الحقيقة كان عنده مشاكل مع النجوم يعني فيه هو بيعمل كده خطفة كده وابقى فيه رأي عام ضده كمان في كل اغلب المنتخبات اللي هو اشتغل فيها طول مسؤوليته اه طول مسؤوليته لكن انا بقول حاجة يعني الجهاز المعاون الحقيقة انت لم تكن تتكلم على الرجل وهو جاي قلنا ايه قلنا ان الفترة او المدة اللي هو هيجي يشتغل فيها مدة مش كافية بدليل ان احنا قلنا ده هيبقى فيه دور كبير جدا 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 للجهاز المعاون نظبوط للأسف الشديد هو الجهاز المعاون ما كانش ليه دور يعني انا ما اعتقدش ان اي حد اي فرض في الجهاز المعاون كان مع استبعاد محمد شريف واستبعاد أفشل لا يمكن يعني لان هي العملية مش عافية يعني لا ده هما الجهاز المعاون متابعين وشايفين افشة وصل لفين افشة لو نيجي نعمله تقييم الموسم اللي فات هو ممكن ياخد افضل لعب افريكي محلي يعني ياخدها بسهولة يعني كل مبارياته الحياة كان ليه تأثير جامع جدا محمد شريف نفس الحكاية يعني فيه طفرة كبيرة جدا جدا في مستوى محمد شريف افضل مهاجم موجود في مصر وحتى على اقل لو مش هتلعبه اساسي ما تطلعوش برا لتشكيل انا بقول لك اسم ورقة مهمة ممكن تاخدها في الاعتبار بالضبط يا احمد انا فيه تحفز كبير جدا 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 على استبعاد اللي كان يندقل الراجل عدة يعني خليني اقول دخل اختبار صعب موقفنا في المجموع وما كانش احسن حاجة ليبيا كانت معنويا على اقل حتى لو كانت فنان وبدنان يعني مش مش في مستوى المنتخب المصري لكن معنويا كانت متصدرة وكان عندها فرصة بالدفع عنها وراجل ما كانش عنده وقت لكنه عبر لكن السؤال تراهن على البداية دي في وصول مصر للكاس العالم تحت قيادة كيروش وتراهن على البداية دي في قدرة الراجل ده انه يقود منتخب مصر لانه ينافس مش هولي حق بطولة امم افريقيا لكن ينافس على لقب بطولة الامم الحقيقة الاداء يا احمد اللي احنا قديناها في مباراتين الليبيا يقول كده يقول ان احنا اولا احنا خلاص وصلنا للمبارات اللي هي الفصلة ان شاء الله بإذن الله بالنسبة 99% عايزين نقطتين بس رقمين هناخد ممكن ناخد المطيين بفوز كمان ان شاء الله بالنسبة للمباراتين لا المباراتين بيقولوا ان بقى في شكل في النواحي الهجومية الحقيقة كنا مفتقدينه في الفترة اللي فاتت في ربط في التلتي الهجومي للمنتخب في المباراتين الحقيقة في جناب شغالة بشكل كويس او اذا كان الجنب اليمين اللي فيه الحقيقة اكرم واللي فيه محمد صلاح طبعا مع راس الحربة مع الحقيقة عبدالله سعيد في المبارات الاخيرة لكن نفس الحكاية مع عمر مرموش برضك يعني زي ما بنقول انه هو فيه تحفظ على انه استبعاد محمد شريف واستبعاد افشا انا بقول يحسب له يحسب للراجل كروش الحقيقة انه هو جاب عمر مرموش ويحسب لي احنا بس سادسة هنا احنا اول حد اقدم مرموش للناس بالزبط وقدمنا نجوم كتير مصريين محدش يسمع عنهم حاجة الحقيقة نتمنى الناس تبص بس وطبع مرموش اثبت نفسه لا ده اثبت نفسه بشكل كبير جدا يعني ده لعيب عنده كل مميزات انه هو لعيب اساسي منطقة مصر ولعيب لمستقبل مرموش ولا رمضان صبح في الحتة دي في المنتقى بص هم يعني عمر الحقيقة عنده ميزة اعتقد يعني بتزيد عن رمضان صبح عنده القوة وعنده السرعة وعنده النواحة الدفاعية قوي جدا 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 فيها لبتشوفه في مواقف هو بيدافع مواقف مثلا تبقى الكرة مش بتاعته ويحط جسمه ويأخذ الكرة ونفس الحكاية في النواحة اللجومية بتشوف برضك وهو بيراوغ الحقيقة أوه بيختار في الجنب الشمال لأ بشكل قوي جدا جدا في المباراتين الحقيقة فلأ يعني عبدالله ولا أفشا لا أفشا 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 طبعا ومع احترام لعبدالله ومع احترام لتاريخ عبدالله عبدالله من اللعيبة المميزين جدا اللي جنوا في تاريخ مصر الحقيقة لكن أنا بتكلم على الموسم ده لا أفشا عمل تفوق على كل أفشا أنا بقول لك ياخد أفضل لعيب هو أفشا وبعدين عبدالله يعني الباقي بعيد يمكن الحقيقة فيه أوباما بس على فترات متبعدة يعني على فترات متبعدة بتلاقيه بيظهر بشكل كويس وبعرف يجيب جول والحاجات ده كلها لكن اللي عامل ثبات الموسم ده أفشا شريف ولا مصطفى محمد طبعا طبعا شريف شريف عنده كل حاجة وأنا أقول لك حاجة كمان يمكن فيه مشكلة في مشكلة في أن أنت بتجيب مصطفى محمد بعد تصرف اللي هو يعني عمله مع المدرب قسام البدري تصرف غريب جدا وفي نفس الوقت أنت بتجيب تاني مباراة على طول يعني أنا برضا عندي تحفز كبير جدا 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 أنت هنا بتلوم مين بتلوم كروش هو فيدي قرار يعني هو اللي فيدي القرار كان عنده القرار والجرأة أنه يستبعد شريف ما هو ممكن يقول لك مش فطورتي فمش حاسب عليها لا مفيش حاجة سمها كده في التدريب يعني مش كان أول أن أنا حاسب اتحاد الكرة مثلا طبعا اتحاد الكرة رجل متحاسب لانتحاد الكرة كان يحقق ويوقف مصطفى محمد أنا على فكرة مش بتكلم كده عشان مصطفى محمد لا أنا بتكلم أن أي العيب كان عامل للموقف ده كان لازم اتحاد الكرة يحقق ويوقف انت بتعمل قاعدة بالظبط عشان اللي جاي يمش عليه لكن لما تسيبها مرة ممكن تقول لك حاجة ده ممكن يبقى كمان أنا كلمت في نفس النقطة دي كابتر رمضان أنا شايف أن الولد ده لو زبط نفسه هنا ممكن يلعب في أحسن حتة في العالم يعني مهاجم محترم جدا إمكانياته بس هنا محتاج انضباط يعني اللي كان بيحصل في مصر أو اللي كان بيعمله في مصر مش هينفع لو عايز يلعب أو عايز يكمل في دوريات أوروبا فإن دها كبيرة مش هينفع هو يحمل أنا باتطفق معاك تقييم مصر محمد الفني مهاجم هيبقى مستقبل وفعلا لو هو زبط سلوكيات والحاجات دي كلها لأ هيعمل نقلة كبيرة جدا أقفل صفحة المنتخب وأفتح صفحة الأهلي قبل ما أدخل في الكور عشان عندي كلام كتير عايز أسمع رأيك فيه عايز أخذ انطباعك عن مبارح بس مبارح كان على الرغم من قناة الأهلي متابعين على مدار الساعة ولحظة بلحظة ولقطة بلقطة موجودين وبنتابع وبننقل لكل عشاء وجمال النادي الأهلي اللي بيحصل في الأهلي ساعة بساعة لكن مبارح الحقيقة الصورة أدارة المسؤولية يعني أنا يعني عاوز أقول حاجة يا أحمد مهمة جدا أنا في رأيي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب أعتقد يعني أنا في رأيي أن من أفضل مجلس الإدارات اللي جاءت الحقيقة في تاريخ النادي الأهلي يعني أنت لما تتجي تتفرق تشوف مثلا أو تتابع الحاجات اللي تتعاملت جوا النادي أو الأفرق اللي تفتحت جديدة أو أن أنت بتعمل أستاذ جديد أستاذ نادي الأهلي هو أمل كل الجمهور نادي الأهلي الحقيقة في حاجات كتيرة جدا 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 تتعاملت في الوقت اللي كان بتولى في مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة وبرقاسة الأسطورة الصورة كان جميلة الحقيقة في وقت كله الحقيقة اللي كان معنا صحيح قبل ما أدخل معك في الكرة هنتكلم بصراحة زي ما تعودنا عن منك دايما لأنه النص بمنتهى الصراحة شايفة أنه مش ده الأهلي بالضبط وكانت مستنية الفترة اللي بين المسلمين حتى ولما ما نقدرش نسميها فترة إعداد بس كانت مستنية تشوف صحيح ما نبتديش يعني في أحسن أحوالنا بس ما نبتديش برضو زي ما فنشنا بالنفس الحالة اللي احنا كنا عليها خلينا تكلم معك وندخل بقى في التفاصيل ونبص كمان معك على اللي جاي لأنه جاي مهم جدا وصعب جدا في نفس الوقت نسمع رؤية كابتن رمضان السيد في السادسة بس بعد ما نروح لفاصل سريع جدا وأخير ونرجع لحضراتكم قبل ما ادخل في التفاصيل خلينا نتفق أنه كل اسم عظيم صنع مجد أو صنع نجاح في النادي الأهلي ارتبط اسمه بإمكانيات ومنظومة النادي الأهلي يعني مع كامل التأدير والاحترام وهم مقصطية ده ما فيش شك أرقامهم ونجحتهم وإنجازاتهم بتقول كده لما تكلم على اسم زي هيدكوتي لما تكلم على اسم زي جوزي ولما تكلم على اسم زي مسلماني لأنه بالأرقام قدر يحط نفسه في خانة المدربين أصحاب المشاوير النكحة مع النادي الأهلي ما كانش ممكن المشوار ده ولا المكانة دي ولا النجاح ده يتحقق إلا مع النادي الأهلي مع كامل التقدير لإمكانياتهم وأنا أحترمهم وأحب منهم يعني جوزي بالنسبة لي في حتة تانية خالص لكن منول جوزي لو كان جيش تغل في مصر مع أي حد تاني ما كانش حقق 20% من اللي حققه مع النادي الأهلي وهكذا أيضا ينطبق الأمر على كل الأسماع بقى لتولت المسؤولية هديكوتي أسطورة وأكيد كابتن رمضاني يكلمنا عنه مسيماني في سنة واحدة حقق مع الأهلي أرقام عجازية من الصعب جدا على أي مدير فاني أنه يحققها لكن في النهاية النجاح ده مرتبط بالأهلي بالإمكانيات بالدعم بالجماهيرية العظيمة وبالأماشة النجوم اللي موجودة في فرقة النادي الأهلي رسالتين وجههم كابتن خطيب قبل ما أتكلم في المطشاط يعني رسالة أولا بارح وجهها المستر موسيماني ورسالة وجهها الكابتن سيد عبد الحفيظ وقال لهم ننتظر منكم الكثير حققتوا من نجاحات وكان فيه إخفاقات لكن إحنا مستنين منكم الكثير في الفترة اللي جاي قرأت إزاي تصريحات أو رسالة كابتن محمود الخطيب يعني قرأت الحقيقة أنا هتكلم على سيدة عبد الحفيظ الأول قبل ما أتكلم على موسيماني أعتقد أن سيدة عبد الحفيظ من أنجح مديرين الكرة اللي جمب الحقيقة في الفترة الأخيرة في العشر المواسم الأخيرة الحقيقة يمكن إحنا كان عندنا المرحوم سابت البطل كان برضا هو أشار لدعم برح كابتن خطيب قال لك يعني بفكرني بسابت البطل بخلاصه وتفنيع كان شخصية عملاقة الحقيقة سابت البطل الله يرحم طبعا سيد عبد الحفيظ يستاهل فعلا الإشادة الحقيقة اللي أخذها من الكابتن محمود الخطيب أنا في الرسالة الموسيماني أعتقد النادي الأهلي يعني يمكن تبقى الرسالة إيه إحنا مش هنصبر كتير أنا عايز بين السطور آه آه مش هنصبر كتير آه مش هنصبر كتير لأن إحنا من الدور الثاني يا أحمد وكنا متقدمين في الدور الموسم اللي فات الحقيقة وكنا متقدمين باربع نقاط وأعتقد إن إحنا من النادر لما بنتقدم والزمالك بيأخذ البطولة بالعكس إحنا في مواسم كان الزمالك بيتقدم 8 نقاط وفي موسم كان متقدم على النادي الأهلي بـ 12 بنت ورغم ذلك النادي الأهلي حصل البطولتين الموسم اللي فات لا في مشاكل فنية جوة والمشاكل الفنية للأسف الشديد لو هي مثلا بتحصل وتتصلح في المباراة اللي بعديها يبقى ده حاجة كويسة لكن أنا النهاردة الحقيقة المشاكل الفنية إذا كان في النواحة الدفاعية أولا زي ما بقول دايما النادي الأهلي افتقد ميزة كان بتميزه عن كل أنديت مصر أو كمان في البطولة الأفريقية ميزة الضغط الضغط قوي جدا جدا إذا كان من الجنب اليمين بمجموعة اليمين أو من الجنب الشمال أو من العمق بمجموعة الدفندر مع رأس الحربة مع الرجل تحت رأس الحربة كان بتتعامل نموذجية وكنت بتستخلص الكرة في توقيت 4 ثواني 6 ثواني 5 ثواني ما كانتش بتزيد عن كده لأن كمان كان خطوطنا قريبة من بعض إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا أن أنت بش قادر تنفذ الضغط ولا قادر تستخلص الكرة عشان إحنا خطوطنا في تباعد في خطوطنا أنت النهاردة بتضغط مثلا بمحمد شريف وبتضغط بقفشة مثلا وبتضغط مثلا بكهربة أو بتضغط بحسين الشحات وبتلاقي ياسر إبراهيم أو بدر بنون أو أيمن أشرف الثلاثة المساكين اثنين منهم مثلا اللي بلعبوا قريبين جدا من محمد الشناوي مع باك من البكين أنت مفروض في تنفيذ طريقة أربعة اثنين تات واحد الأربعة المدافعين المفروض أنت بيتهاجم بالبكين يعني لو هاجين تبقى أكرم يبقى علي معلول بيستنى لو هاجين تبقى علي معلول يبقى أكرم بيستنى الثلاثة الدولار في النواحة الدفعية عند محمد الشناوي المساحة دي المساحة دي اللي ما فيهاش تقارب أنت بتتضرب منها وكل المنافسين اللي لعبونا رغم أننا لعبنا فرق كانت بتصرع هبوط أحرصوا فينا أهداف وكل الأسف الشديد يخسرنا بناط لغاية موصلنا أننا نخسر بطولة الدول اللي هي كانت أنا في رأيي كان سهل جدا جدا النادي الأهلي يحص البطولة مباراة السوبر يحمد سوبر مصري آه طبعا سوبر مصري بطولة بتعد في بطولات النادي الأهلي يعني احنا كنا وصلنا قبل كده كان بنا وبين ريال مدريد بطولتين ووصلنا كمان في فترة كنا تسوينا كمان تسوينا مع ريال مدريد في عدد البطولات أنت البطولة الدوري اللي كان سهلي جدا تاخدها والبطولة السوبر المصري يعني الطبيعي الطبيعي أن أنت تاخدها بمتها سهولة لأن طلاق الجيش كان خط الهجوم كله كان انتقل خلاص لأندية تانية يعني كان بلعب ناقص عناصر مهمة جدا 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 النهار ده وبذات مباراة السوبر يا أحمد مباراة السوبر انت في 120 دقيقة جات لك فرصة واحدة 120 دقيقة جات لك فرصة محمد الشريف اللي راح بيها انفراض اللي تعملت له وراح بيها انفراض ده مش ممكن يعني ده صعب جدا جدا برضو في نقطة مهمة جدا نقطة في النواحي الهجومية أنت النهار ده أي فرقة بتفلك الملعب أو أي فرقة بتضيق لك مساحات مفيش حلول الحلول اللي هي مش بتاعت الحلول الفردية بتاعت اللعيبة أو المهارية بتاعت اللعيبة حتى دي فيها مشكلة عندنا كبيرا مشكلة كبيرة جدا فردية فيها مشكلة طبعا الوان تو وان بقت عزيزة قوي عندنا مش عارف ليه يعني أنا النهاردة لما بكون بوجد حلول لفرقتي وهي بتختارك من الجناب أو بتختارك من العمك وأنا محفظهم وينزلوا وينفزوا خلاص تختارك وتجيبي جوال وما فيش مشكلة خالص انت دي مش موجودة الحقيقة يعني دي مش موجودة انت كل الحاجات اللي انت بتحفظ منها أهداف اللي هي الحاجات المهارية خليني برضو ايه يعني احنا فيه فرصة نحن نتكلم مع ميستر المسلماني وراجل ادنا يعني بعض التصريحات كده على شاشة الاهلي ففي نفس المؤتمر برضو وكان الرجل بيتكلم على نقطة انه انه خبراته كلها مرتبطة بالقرى الافريقية وبالتالي ترجمة ده يعني على لسانه كان انه نجح بشكل كبير جدا مع الاهلي افريقان وعالميا لانه نفس طريقة اللعب ونفس اللعيبة هم اللي جابوا بطلتين افريقيا اثنين واربع وهم وبيقول انه خبرته في الدوري او في المسابقات المحلية كانت ضعيفة جدا وده اللي قدى لضياع لقب الدوري وده اللي قدى لضياع السوبر المصري سيبك من السوبر المصري لانه في النهاية دي مباراة واحدة وخصم انت لعبته اكتر من مرة فبالتالي كانت سهلة البطولة لكن خلينا نقول ضربات الحظ الترجحية ممكن يكون وارد برأيك في فكرة انه خبرته الافريقية فدت الاهلي في مشواره في البطولات القرية وانه خبرته المحلية اكتسبها على مدار موسم ويقدر يبند في شغله في الموسم الجديد مفيش حاجة كده في التدريب خالص بصراحة يعني انا اقول برضك عشان برضك محدش يقول مثلا انه هو محمد يوسف من مدرب عام في النادي الاهلي جب بطولة افريقية حسام البدري من مدير كورا لما مست جب بطولة افريقية فدي مبرر بقى انه نجحت في البطولات الافريقية وانا ما عنديش خبرات في لأ دعبيدة خالص بصراحة انا النهاردة فيه اخطاء موجودة انا كمدرب لازم اصلحها حاجة اخطاء دي مش اخطاء مباراة لا اخطاء مرحلة 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 هينقل اللي جاي اللي جاي عندي مطش مهمة جدا كمان ايام 3-4 ايام احنا النهاردة التلات هنلعب يوم السبت مباراة عودة هل شايف انه في نفس تقريبا بنفس التشكية انه احنا لغير الوقت نتكلم على ان الصفقات الجديدة مش هتزهر ان شاء الله لو ظهرت هتزهر قدام اسماعيلي ودي حتى تانية هتكلم فيها معاك هل شايف انه ممكن يحصل فرق هل متوقع كابت الرمضان انه يبقى فيه فرق مش في النتيجة انا ما عنديش شك انه الفرق قادر تتأهل يعني ما عنديش شك وجمهور الاهل ان شاء الله واثق في لعابته وفرقته انهم يوصلونا لدور المجموعة لكن كورة اداء شايف انه فيه فرق يحصل في المرش لا احنا بقالنا فترة كبيرة جدا انا لازم نتكلم بصراحة يعني احنا بقالنا فترة كبيرة جدا زي انا بقول لك المستوى ثابت على اداء سيء وثابت على نواحة دفاعية مش منضبط مش منضبطة خالص وفي نفس الوقت بكرر تاني بقول ان اي فرقة بديالك مساحات واي فرقة بتلعب زي النص ملعب مهما كانت قوتها انت معندكش حلول مش الحلول اللي هي المهرية بتاعت اللعيب نفسه لا الحلول اللي هي بتاعت المدرب اي انا بمرر فرقتي على مثلا ست سبعة جمل بتتعامل يبقى انا هروح مثلا لثلاث جمل بيتنفزه هجيبهم منهم الجوال لكن لا ده ما بيحصل شي الحاجة التانية انا النهاردة راجع عمل نتيجة انا في رأي نتيجة سلبية يعني هي نتيجة واحد واحد نتيجة بتعتبر احنا ان شاء الله نكسب هنا مفروض نكسب هنا بسهولة لكن انت راجع من يرى على الملعب عشان اتفادى الحاجات التي بتحصل اتفادى المطة الموجودة دي وتباعد الخطوط الموجودة على طول في اداء الدفاع اتفادى ان انا يخش فيها جول زي اللي دخل الحقيقة يعني هدف زي اللي دخل هو هدف التعادل لا يمكن ده كرة ثبتة ومحطوطة ازاي بتطلع التعامل مع القرى العالية الهيدرز وبعدين تروح تتلعب لواحد فاضي خالص لا كان لازم يرجع موسماني من الطيارة على الملعب الملعب عشان نصلح الاخطاء في 48 ساعة ليه انت اساسا ولا مجهد ولا حاجة دلوقتي ده بداية موسم تحسب اكتر على القمشة لما تكتمل يعني يعني تستنى احنا متفقين ان شاء الله بإذن الله قادرين مواصقين ان احنا قادرين نتقاهل بإذن الله لدور المجموعات مباراة النيجر بطل النيجر الحرس الوطني يعني وانكات على المستوى الاداء يعني لسه مستنين نشوف لكن على مستوى نتيجة ان شاء الله بإذن الله قادرين لكن المهم هو اللي بعد كده انت عندك بطولة دوري هتبتدي وعندك دور قبل زمالك في أول ثلاث أسابيع فبالتالي محتاج توصل للتوب فورم بسرعة هل شايف انه ده ممكن يحصل ورأيك في وجود كمان الإضافات الجديدة اللي داخت على قائمة النادي الأهل طبعا احنا عاملين الحقيقة صفقات مهمة جدا جدا وصفقات كبيرة جدا جدا صفقات اللي احنا عملناها الحقيقة اللي هي أنا في رأي هتعمل إضافة قوية جدا في أداء النادي الأهلي لكن أنا زيان بقول لك يا أحمد احنا عندنا ثلاث مبارات الأولين بعد ما الصفقات دي بتخش بقى جوة تشكيلة نقدر نحسل موسيقى هو السؤال هتعدي مبارات النايجر هل انت متوقع تغيير في التشكيل النادي الأهلي هل متوقع تشوف فرقة جديدة ولا قوي جدا جدا دفاعيا وهجوميا احنا محدش يختار تيم النادي الأهلي بالسؤولة دي مفروض محدش يختار دفاعات النادي الأهلي بالسؤولة دي وفي نفس الوقت لا لازم نشوف شراسة في النواح الهجومية احنا بنلعب في الفترة اللي فاتت كلها اللعبة بتلعب عادي خالص يعني من غير ضغط هجومي من غير شراسة هجومية عشان كده لإما بتتعادل لإما بتكسب واحد سفر اي وانت تراهن على انك انت تدخل الأسماء الجديدة دي تدريجيا ولا تنتظر انه تشوف فرقة جديدة خلص ببداية من مباراة لإسماعيل لا ده لازم استفاقات جديدة كلها تخش عشان يتعامل منافسة مع في لعيبة موجودة حاليا دلوقتي يعني للأسف الشديد يعني لازم بقى المنافسة تبقى قوية ما بينه ما بينه هيلعب أو مش هيلعب لكن في لعيبة مستواها لسه بعيد ورغم ذلك بتاخد فدي كمان ما تخلق شي طبعا منافسة قوية لكن انا في رأيي ان الصفقات الجديدة انت عندك تقدر تصنع فارق اذا كان تاو او اذا كان احمد عبدالقادر او اذا كان احنا عندنا كمان في محمد محمود اللي رجع قريب من اصابة لعيب سوبر سوبر يعني انا كنت مستاني تشوف يعني لما قاله انه افشا هيغيب على مباراة الالف مبروك طبعا ان محمد مجد افشا نجم النادي الاهلي جوازه بس لما قاله ان افشا مش هيلعب مباراة الزهاب توقعت ان محمد محمد محمود ممكن ياخد في المباراة دي بالزبط يعني انا اقول لك حاجة يعني الناس هتشوف محمد محمود ان شاء الله بزدن الله في الفترة اللي جاي تركت عليها كابتن رمضان طبعا طبعا العيب سوبر سوبر يعني حاجة مختلفة خالص مختلفة خالص في ظل المنافسة المتوقعة يعني الاهلي طبعا كتبت الاهلي لسنة الموسم اللي جاي ده هتبقى المنافسة فيها بين اللعيبة شرسة جدا جدا أخاف جدا على حد زي محمد محمود انه لو الفرصة تأخرت شوية او انه يبقى دواء يعني نفسيا مايبقاش عنده القدرة انه والحقيقة انه انا ناس كتير جدا محمد محمود عشان يحاول الاول ياخد الفرصة ولما تجيله ازاي يمسك فيها انا بقول محمد محمود انت يابني لعيب كبير رغم انت سنك صغير لكن انت لعيب كبير قوي هتبقى من اللعيبة المميزة في مصر واللعيبة الصوبر في مصر يعني لو جات لك الفرصة او اتفرط فيها يعني محمد انت لعيب كبير خلي عندك ثقة في ادائك وثقة في نفسك وثقة في امكانياتك لكل الناس شايفاك انت لعيب كبير او تجيل لك الفرصة ممكن تتأخر بالنسبة لحد زي محمد انا افرائي مفروض ما تتأخر اه طبعا يعني انت كل فترة كبيرة جدا في انها تستحق تاخد فرصة وتستحق تبقى يعني تحت عيون او تحت اهتمام مستر بيتسو موسيماني بشكل خاص يعني انا اقول لك حاجة يعني احنا شوفنا مثلا مع مستر موسيماني شريف نور او افشا نور جدا اكرم نور جدا هل في اسماقة تانية شايف انها تستدعي انها تاخد مساحة اكبر اهتمام اكبر يعني انا بتكلم هو محمد محمود لازم ياخد مساحة اكبر رامي ربيعة لازم ياخد مساحة اكبر لانك انت خلي بالك يا احمد احنا عندنا برضا الحتة بتاعت الاثنين السردبا كين الحقيقة فيها مشكلة او حتة القلب فيها مشكلة احنا برضا المنافسين بيخترقونا فيها باخطاء موجودة خلاص طالما تواجدت الاخطاء دي انت تغير وانت يعني ما فيش قلق بالنسبة لك كمدير فني انا خلاص طالما الحتة دي فيها مشكلة يبقى انا لما اجا اغير ما فيش مشكلة خالص بالنسبة لي ما فيش قلق انت النهار ده بتكلم مثلا على احمد عبدالقادر ده لازم برضا يبقى ليه دور كبير جدا لانك انت لو انت بتقيم احمد عبدالقادر في سموح الموسم اللي فات من اللعيبة اللي يعني اثبتت وجودها بشكل كبير جدا اذا كان في صناعة اهداف او صناعة لعب او عمل استحواز او انه هم كمان بيهدف فلا اللعيبة دي لازم تاخد فرص طبعا برضو في حاجة المنافسة اللي هيتحط فيها كهرباء واللي هيتحط فيها حسين الشحات واللي هيتحط فيها طهر محمد طهر اعتقد محدش يلعب بسهولة يعني محدش من الصلاح برضو عشان ما ننساش صلاح محسن طبعا طبعا بنيش فيه طبعا بإذن الله طبعا اكيد يرجع بسرعة طبعا محدش هيلعب بسهولة فالمنافسة اللي هتتعامل دي هتبقى في صلاح للفرقة مين مداش مية لأ مين مداش مين ادى مية في المية من وجهة نظرك وصل للتوب فورما مع الاهلي في الفترة دي يعني انا في الاجنحة الحقيقة في كل الفرقة يعني للعيبة اللي تحطوهم وبعكات تبني الفرقة عليهم يعني انا علي معلول علي معلول افشا افشا محمد شريف محمد شريف بدر بنون بدر بنون آليو ديانج آليو ديانج عمر السلية السلية اللعبة دي كلها مدية مية في المية مدية طبعا مين اللي مداش لسه وشايف انه عنده اكتر بكتير ومحتاج يزيد فترة لجاي طهر محمد طهر طهر يبقى منصفين حسين الشحات مفنش كويس وكهربا برضو مفنش كويس بيحاول نهايات الموسم بالنسبة لكهربا افضل بكتير من بداياته كهربا عنده امكانيات عالية جدا 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 احنا لغاية دلوقتي لازم نعترف ان احنا ما شفناش امكانيات تتعالية بتاعت كهربا كهربا هداف وبعدين عنده بسرعة وبيعمل الاختراكات في حد من الاسماء دي التلاتة دول طاهر كهربا الشحات شايف انه مش عايز اقول اتظلم بس يعني ممكن يتوظف بشكل افضل من يتوظف به يعني انا في رأيي كهربا كهربا لو لعب وخد ثقة وخد ثقة وفي استمرارية في انه يلعب هيبقى مختلف في ناس كتير بتشوف كهربا يلعب تسعة مع الرأي دا ولا شايف اكتر في الجناح طبعا هو جناح ناح الشمال افضل مركز لي تسعة لا مش يقدر يعمل طاهر محمد طاهر يعني اتكلمنا كتير على طاهر محمد طاهر عنده امكانيات بلعب اوروبي لك انه لغاية دلوقتي ما شفناش طاهر محمد طاهر اللي احنا كنا مقيمين وقلنا انها صفقة قوية جدا 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 وصفقة هتكسر الدنيا في المسابقة المحلية مع ناد المنافسة كمان هتبع أصعب السنة اللي جاية المسلم اللي جاية ده انت بتتكلم على المكان ده دخل في بيرسيتاو دخل في ميكسوني دخل في عمار ممكن يلعب هنا دخل في احمد عبدالقادر صلاح محسن موجود وكان ورقة ربحة بتكسب الاهلي في وقت كتير جدا فالمنافسة مش تعالة في الحتة دي النصيحة اللي توجهالهم النصيحة اللي توجهالهم هقولهم بصوا على محمد صلاح محمد صلاح بيطور في أداءه كل مطش بعد كل مطش بيطور في أداءه كل موسم يعني الموسم اللي فات غير الموسم ده الموسم اللي قابله غير الموسم محمد صلاح كان عنده مثلا الهدفين اللي أحرازهم في المان سيتي وواتفورد الهدفين اللي أحرازهم دول ما كانوش عند محمد صلاح خالص أنه هو يعمل مروغة لأربعة خمسة لعيبة في المساحات الضيئة دي دي ما كانتش موجودة عند محمد صلاح محمد صلاح كان كل اعتماد ليفربول أنه هو حطله كرة في المساحة وهو بيروح بيدرب أي حد بسرعته لما كان بيلعب في المنطقة بمصر كان أبو تريكا هو بيلعب رابط معاه كل كرة في رجل أبو تريكا بيحط له في المساحة الفاضية ومحمد صلاح يخلص الآخر مباراتين ده درس بقى اللي عاوز يطور في أداءه محمد صلاح كان الحتة دي مش موجودة عنده لما من سيتي أقوى دفاع في الدولة الإنجليزية والهدف بتاعه التاني في واتفورد الحقيقة وبقول لك أنت لما بيجيب الصورة في مبارات من سيتي كان فيه خمسة لعيبة حوالين صلاح خمسة لعيبة حوالين صلاح وبيفوت برضو لنفس الهدف التاني فبقول لهم يا جماعة هي مش ساعتين التدريب ليس لثلاث ساعات تدريب لازم يشتغل على نفسك يعني كل واحد منكم يشتغل على نفسه هو إحنا ما ينفعش نطلع اثنين وثلاثة واربعة محمد صلاح ليه ما ينفعش ليه ينفع ينفع يعني ينفع بس تكون بعقلية محمد صلاح يعني أنا شايف محمد صلاح يعني حاليا دلوقتي هو أفضل ليه في العالم أفضل لعب في العالم بلا يعني مش بنجامله ولا بنقول لا هو ومش إحنا كمان ده العالم كله بيقول إن صلاح دلوقتي أفضل لعب في العالم بس يمكن أنا مع ليفربول بس ولا مع ليفربول ومنتخب مصر مع منتخب مصر في مشكلة في مشكلة فارق السرعة فارق السرعة في الأداء ورتم اللعب ما بين ليفربول وما بين منتخب مصر يعني ده فارق مثلا هقول لك حاجة ده أنت بتروح مثلا الكرة مثلا المفروض تطلع في ليفربول مثلا بتطلع ثانية ثانيتين بتطلع في منتخب مصر بعد ثلاثين ثانية مثلا ولا حاجة الفارق ده ما يساعدش صلاح مكتف محمد صلاح حسيت انه تعرض لهجوم بعد المطشن لسه هتكلم في دي يعني انا النهاردة ما ينفحش يبقى العالم كله بيشيد بمحمد صلاح ويقول انه هو افضل لعب في العالم ونيجي نلاقي ناس بتطلع تقول ان محمد صلاح بيجي منتخب مصر خايف على رجليه او ما بيقديه ازاي لا شوفوا الفارق يا جماعة ما بين كورة ليفربور وكورة منتخب مصر انا بقولك هو انت الكورة بتطلع في ليفربور في ثانيتين بتطلع في منتخب مصر مثلا عشرين ثانية شوف الفارق ده هيعمل ايه فلا محمد صلاح يعني ما شاء الله نسخة الدورة الجديدة شايفها ازاي كابتر رمضان شايفها ان احنا بالاضافات اللي احنا عملناها الموسم ده بالتعاقدات الجديدة احنا قادرين ان احنا نعمل نتاج ايجابية ونعمل كمان امتاع لجمهور النادي الاهل ده مهم جدا يعني احنا فترات ومواسم كتيرة جدا كنا بناخد البطولة بامتاع انا بتفرج على التين بتاعي بستمتع باداؤه احنا عندنا الامكانات دي بس احنا يعني هندي فرصة لغاية ال 3 اربع مبارات او الخمس مبارات الاولينين وبعدين لو الاداء فضل على كده يبقى في حساب بصراحة نسخة الدورة الجديدة هتبقى اقوى من نسخة الاخيرة اكيد اكيد ده حتى الاندية الصعدة يا احمد عندهم ممكنية مادية عالية جدا 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 وعملوا تعقودات مهمة جدا جدا نسخة الدورة الجديدة الحقيقة هتبقى اقوى من النسخة المنافسة تتوقعها اهلي وزمالك بس سؤالة ممكن يدخل فيها اطراف تانية يعني انا بقول ان اهل وزمالك وبوجود اهاب جلال مع برمز الحقيقة اعتقد ان برمز هينافس بشكل قوي التدائمات اللي قام بيها النادي الاهلي كافية ولا تتوقع ان يكون فيه تدائمات تانية في الفترة انتقالات شتوية او تنتظر انه يبقى فيه فترة في مركز معينة اعتقد ان احنا في الانتقالات يناير ان شاء الله بازدن الله انا في رأيي ان يعني النادي الاهلي بخطط انها هيعمل صفقات قوية جدا جدا صفقتين قوية جدا 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 اذا كان مهاجم على مستوى علي جدا 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 يصنع الفارق مع محمد شريف الحقيقة او في الحتي تلسير دباكين يجي برضك حد قوي جدا جدا اختم مع حضرتك كلامي بماتش السبت اللي ينتظر كابتر رمضان السيد من الجهاز ومن لعيبة النادي الاهلي في مبارات السبت اللي جاي ان شاء الله امام الحراس الوطني لازم نلعب ضاغط ولازم نقرب خطوطنا الحقيقة التقارب الخطوط ولازم نستخلص الكرة بسرعة ولازم بقى فيه شراسة في النواح الهجومية شراسة في النواح الهجومية يعني نبقى احنا انا بقلتلك مبارات مبارات السوبر المصري رحنا بروب فرصة لمحمد شريف لأ لانا المبارات اللي جاية لازم اشوف مثلا عشرين فرصة بالشراسة الهجومية تتوجد وانا لو بدور على البطولة وما فيش شراسة قدام بطل للنيجر في البدايات يبقى وعلى أرضي وعلى ملعبي لا طبعا لازم نكشر على تتوقع تغيير في الطريقة والتشكيل يمكن المستجد الوحيد هو عودة قفشة بالزبط وقفشة طبعا هيغير شكل يعني يعمل إضافة قوية جدا بس في نفس الوقت احنا زي ما قلتلك يا احمد احنا لازم نبقى فيش شراسة في النواح الهجومية ما يبقاش ان احنا بنلعب وخلاص يعني بالريتن بطيء وبنوصل ببط والحاجات دي كلها لأ احنا لازم نشوف عشرين فرصة ما نسمى في المباراة اللي جاية ونسجل منها نتمنى ان شاء الله بإذن الله يعني رغم انه كيرفينة مش في أحسن أحواله ورغم ان المباراة الأخيرة لأهلي ما قداش يعني مباراة بيلا جدا تطمننا لكن في نفس الوقت ما عندنا شك في قدرة رجالتنا ان شاء الله ونجمنا ان هما يحسنوا التأهل لدور المجموعات وفي دور المجموعات في كلام تاني خالص وفي فريق تاني خالص ان شاء الله بإذن الله مع بداية انطلاق الدوري والاضافات الكبيرة جدا والمؤسرة جدا اتوقعها الحقيقة تكون كلها اصحاب بصمة ويكون لهم دور كبير جدا في مشوارة النادي الأهلي اللي بتهيالي السنة جاية استحق ان تكون فيه العلامة كاملة ما فيش مطولة يدخلها اكيد ان شاء الله ما يكونش قادر على حسم لقابها في الموسم الجديد كل التوفيق لرجالتنا يوم السبت ان شاء الله بإذن الله وكل الشكر لكابتر رمضان هتشريف لي النهاردة في السادسة وبشكرك طبعا شكرا يا حتى شكرا يا حتى بشكر حضراتكم على المتابعة هتابع النهاردة طبعا ابو صلاح عنده مطش مهم طبعا 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 ان شاء الله ان شاء الله هيحصل افضل لعب في العالم ان شاء الله بشكر حضراتكم في مباراة العودة تحياتي لكل جماهير الاهلي ونتقابل بكرة ان شاء الله حلقة جديدة والسادسة